ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية الرياض وخلال كلمته أمام القمة أكد الرئيس السيسي على ما يجمع الشعوب العربية من روابط ممتدة عبر الطاريخ مع الصين منذ فجر التاريخ وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعاون العربي الصيني تأسس على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية فضلا عن إيجاد حلول سياسية للسلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أخطر ما يواجه العالم خاصة الدول النامية هو أزمة الغذاء وتبعتها وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي وخلال كلمته أمام القمة العربية الصينية شدد الرئيس السيسي على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فطورة استيراد الغذاء والطاقة مع العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وأعادت سياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض وأصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الصائدين الاقتصادي والإثثماري وأكد الرئيس السيسي أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي كما شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول قضايا محل الاهتمام المشترك ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي اعتزاز بلاده بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وأما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد قال الرئيس الأوكراني بلاد مير زيلنسكي أن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دونباس بشرق البلاد لا يزال صعبا للغاية على حد تعبيره وأوضح رئيس الأوكراني أن قوات الأوكرانية في كييف تصد الهجمات الروسية وتلحق بها خسائر كبيرة مشيرا إلى أن الجيش الروسي أحدث ضمارا في بلدة بابخوت بإحدى مراكز المعارك في الأونة الأخيرة أعلنت الأمم المتحدة أن بلا روسيا أبلغت المنظمة الدولية أنها ستقبل دون شروط مسبقة عبور الحبوب الأوكرانية من أراضيها للتصدير من موانئ لتوانيا وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأمم المتحدة سيفان دوغاريك إن جوتيريش التقى نائب وزير خارجية بلا روسيا الذي أعد التأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمداء التي تغضع حاليا للعقوبات سجلت الصين 13811 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه بثثناء الحالات الوافدة سجلت الصين 13585 إصابة محلية جديدة منها 3034 مصحوبة بأعراض و10551 بلا أعراض ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 5235 حالة ورياضيا تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بعد فوضه المثير على منتخب هولندا بضربات الترجيحة من نتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على ستاد لوسيل ضمن منافسة الدور الربع النهائي للمونديال وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين الأرجنتيني والهولندي من نتيجة التعادل بهدفين لمثليهما لتحسم درجات رقالات الترجيحة تأهل أرجنتين للمربع الذهبي للمونديال هذا ويلتقي اليوم منتخب المغرب مع نظره البرتغالي في الخامسة مساء على ستاد الثمامة بينما يواجه منتخب إيجنترا نظيره الفرنسي الساعة التاسعة مساء على ستاد البيت ختام مجد الثامنة فاصل ونهود لحظة لكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر